كنسمع ونعرف بأن المجتمعات العالمية اليوم بنية على مجتمعات المعرفة وهو النهوض والبحث العلمي والبتكار باعتباره مدخل أساسي لإصلاح المدرسة والجامعة المغربية وهو كذلك مجال توقف النهوض به على استهداف النوادم الثلاث لبناء منظومة تربوية جديدة قوامها الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي في هذا الإطار كان نريد ثلاثة بناء وتنظن المجلس ككل تأكيد على أن البحث العلمي والتقني والبتكار يحظى باهتمام متزايد في سياستنا العمومية وبالخصوص الأربع السنوات الأخيرة التي كان فيها واحد الاهتمام كبير بالنظر لمكانته الاستراتيجية والحيوية في تحقيق تطور البلاد اقتصاديا وتقافيا واجتماعيا وكذلك تعزيز مكانتها وقدرتها التنافسية على الصعيد الإقليمي والدولي لبغيت نذكره هو ندام الوطني للبحث العلمي اليوم يعني كي توفر على مؤهلات مهمة وتتجسد بالخصوص في وجود إطار مؤسساتي وقانوني مشجع موارد مالية ورغم محدوديتها وبنيات متنوعة وجهوية للبحث إلا أننا مطالبين اليوم برفع عدة تحديات أبرزها زيادة في الميزانية وتنويعها وكذلك الرفع من الكفاءات البشرية لأننا نعرفه في جميع الدول وفي جميع الجامعات العالمية يعني العنصر البشري كيكون العمود الفقري دي الرفع التحديات وكذلك النهوض بكافة المجالات البحث العلمي وإطلاق دينامية واسعة للابتكار